طيب خلونا نروح لي يعني سيادة النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اهلا بك سيادة النائب سيادة النائب اهلا بك يا فن اهلا بحضرتك اهلا وسهلا يعني انا بتناقش بس مع السيدة المشاهدين في نقطة مهمة جدا وهو لانه ناس كتيرة ممكن وتبقاش مستوعبة ابعاد موضوع التروحات في البورصة والحكومة بتطرح شركات وهتطرح شركات اكتر فلو برضو بمناقشة كده بسيطة مع حضرتك نوضح للناس ايه حكاية التروحات دي وهستفيد منها ايه كدولة يعني هتفيدني في ايه فمسألة التروحات كان تم الاعلان عن 32 شركة لكن يبدو ان هناك شركات اخرى الملامح الاساسية للتروحات القديمة ايه فن بص حضرتك عشان مورطة واضحة فطر اولا التروحات دي نمر واحد في شركات ناجحة وبتكسب تمام عشان مورطة واضحة اه وتروحات بنسب اه ليست نسب حكيمة نسب ايه اه بصدر اوحواخ البرامة من 5% في حيطة لـ 25% يعني ايه يعني النسب اه معقولة حتى ايه اللحظة الاضارة بتاعتنا ايه بتاعتنا احنا في مصر التروحات دي هتدخل عملة للبلد هم هذي واخد مرة وفي نفس الوقت اللي داخل في هذه الشركات داخل بيتور وبيضخ ايه سيولة في شرايين هذه الشركات تمام هيزود عمالة اه نفس المكاسب هتلاقيها الزادة عن اللي احنا بنحققه دلوقتي يعني نفطالد وانا اخذبانا اه وهي معايا بنسبة 100% مكسابها مثلا مليار جنيه في السنة اه وهي معايا ممكن بنسبة 20% تلاقي مكسابها مليار ونص في السنة فالقصة ايه يعني دي فكرة اه دي الفكرة الاساسية من التروحات ان انت الشركة اه بس وطبعا ودخل سيولة واخد بالك هاد ايه يعني بتنعش هذه الشركات وسيولة من جيوب مستثمرين وليست من بنوب بتحمل عليها فوائد وبالتالي فالمكاسب يعني من كذا راحية فايدة لنا طب انت التروحات دي لانه فيه احيانا مش عايز اقول لابس ولكن الفكرة ما بتبقاش واضحة عمدي ناس كتير جدا فكرة الاستثمار لانه الناس يقول لك ايه ما هو انت الشركات دي بتنزلها وناس هتيجي تشتريها وانتو بتبيعوا البلد وانتو مش عارف ايه فكرة الاستثمار ايو ما احنا بنوصل ما هو والله لسه بتقال لسه بتقال وفيه ناس يعني بتحاول تعلم انه فاحنا بنحاول نشرح هذه الفكرة انه الاستثمار لا لا طبعا اولا التروحات دي هتكبر البورصة بتاعتك تمام هتجذب مستثمرين يعني ايه من دول المنطقة او مستثمرين ايه من دول خارجية امم طبعا المستثمرين دول المنطقة اللقم العرب تمام العرب اخذ بالك مصر دي تعتبر يعني ايه بلدهم الكبيرة الام الحاضرة للعرب كلهم وبالتالي لما يدخل المستثمر هنا ويكسب هيجذب مستثمرين اخرين في مجالات اخرى بعد كده صحيح زائد ان انت سلامة بتكبر شركاتك والناس بايه يعني بتعين ناس جديدة وبتعين ناس خبرات وكفاءات مها مش هيعينه اي حد هيعين ناس مؤاحلة لهذه المناطب في الشغل بتاعها وبالتالي كل ده مكسب للدولة من جميع النواحي يعني النهاردة لما يبدأوا الطرحات دي انا نفسي شوف شوفوا المركز المالي بتاعت هذه الشركات اللي هي بتكسب وبتكسب فعلا ونقارن المركز المالي للشركات دي بعد سنة والسنتين شوفوا الفروات هتبقى ايه وشوفوا العائد لما كنا بناخد واحنا مية في المية بتاعتنا ايه والعائد واحنا بناخده وهو فيها جزء مزناع هتلاقيه اكتر من اللي كنا بناخده حاليا يعني قصة قصة منتهية لكن مفيش عايز ما بيبيعوا البلد الكلام ده مفيش بلد بورصة نجاحة كلام قديم قوي ايه اه ده كلام يعني موديول السبتنان اه اه صحيح 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 بشكر حضرتك جدا سيدنا يا بياسر عمر وكيل اه لجنة الخطة والموزنة في مجلس النواب